كما أعرب السيد عدل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي عن خالص تعزيه وصادق موساته لجلالة الملك المعظم وسمو للعهد الرئيسي مجلس الوزراء والقيادة العامة لقوة دفاع البحرين ولشعب المملكة في استشهاد ضابط وفرد وعدد من الجرحى من قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين خلال تأديتهم للوجب الوطني المقدس بالدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية ضمن قوات التحالف العربي في عمل إرهابي غادر وأكد العسومي تضامن البرلمان العربي الكامل مع مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا في هذا المصاب الجلل مطالبا المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرك العاجل لوقف ما تقوم به ميليشيا الحوثي الإرهابية القادرة